بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهلا وسلم بكم أعزائي الطلاب مرة تانية نستكمل مع بعض اليوم موضوع التوزيع الاحتمالي المنفصل الخصائص الأساسية للتوزيع الاحتمالي المنفصل والتي تتمثل في المتوسط والتباين والانحراف المعياري هي واحد توقع التوزيع أو ما يطلق عليه التوقع الرياضي أو متوسط التوزيع Expected Value of X E of X بتساوي ميو وتنطق ميو هتساوي مجموع Submission of X Probability of X بناخد كل قيمة من قيم المتغير X نضربها في احتمالها ثم نأخذ في النهاية المجموع للحصول على قيمة الطاقة الرياضي للمتغير X اتنين تباين التوزيع Variance of X ويرمز لها بالرمز Sigma تربيع وتنطق Sigma تربيع أو Sigma Square وهي عبارة عن Summation أو مجموع X تربيع Probability of X نائس ميو تربيع ثلاثة لانحراف المعياري بعد الحصول على قيمة الفارينس أو قيمة التباين نقوم بأغدأ الجزر التربيعي للتباين فنحصل على الانحراف المعياري اللي بنرمزله بالرمز Sigma وهو عبارة عن الجزر التربيعي زي ما قلنا لل Sigma تربيع ناخد مثال لضاح المفاهيم السابقة في شعبة لمادة الإحصاء تحتوي 25 طالبا تم عمل اختبار سريع من 5 علامات كانت النتيجة كالتالي 3 طلاب حصلوا على صفر طالب حصل على درجة واحدة 4 طلاب حصلوا على درجتين 8 طلاب حصلوا على ثلاثة 6 طلاب حصلوا على أربعة 3 طلاب حصلوا على خمسة لاحظ معايا أن العلامات أو درجات الطلاب تتراح ما بين صفر وخمسة مجموعة الطلاب اللي موجودين عندي في الشعبة 25 إذا أردنا احتمال الطلاب الذين حصلوا على صفر نقول 3 من 25 احتمال الطلاب الذين حصلوا على درجة واحدة طالب أو 1 على 25 وهكذا حتى نصل إلى الطلاب الذين حصلوا على العلامة كاملة 5 من 5 عددهم كان 3 وبالتالي احتمالهم 3 على 25 إذا كان المتغير العشوائي X يعبر عن علامة الطالب الذي يتم اختياره عشوائيا اوجد التوزيع الاحتمالي لجميع قيم ذلك المتغير التوزيع الاحتمالي يعني قيم المتغير X واحتمالتها وبالتالي حيكون عندي جدول في قيم X ومقابله أو يرافقه احتمالات قيم هذا المتغير المطلوب رقم 2 الوسط الحسابي والانحراف المعياري لهذا التوزيع الاحتمالي طبعا كلنا ملاحظين أن هذا التوزيع الاحتمالي وتوزيع منفصل يأخذ قيم محددة تبدأ بصفر ثم 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4 ثم 5 أي 6 قيم فقط الإجابة التوزيع الاحتمالي زي ما قلنا حيكون عندي قيم X تبدأ بصفر 1 وهكذا حتى العلامة الكاملة 5 الصفر كان عدد الطلاب الذين حصلوا على صفر كان عبارة عن 3 طلاب فبنقول 3 على 25 على الآلة الحسبة تعطيني 12 من 100 1 احتمال أو عدد الطلاب الذين حصلوا على 1 كان عبارة عن طالب 1 من 25 أي 4 من 100 احتمال الطلاب الذين حصلوا على 2 كان هناك لدي 4 طلاب حصلوا على درجتين وبالتالي 4 على 25 تعطيني 16 من 100 وهكذا الحصول على باقي القيم الملاحظة اللي عايز حضرتك تلاحظها أن مجموع احتمالات أو مجموع البي أوف اكس لا بد أن يساوي الواحد إذا جمعنا الـ 12 على زائد الأربعة زائد الـ 16 زائد الـ 32 زائد 24 من 100 زائد 12 من 100 المجموع لا بد أن يصل إلى الواحد الصحيح ونطلوب رقم 2 هو إيجاد الوسط الحسابي والانحراف المعياري بنضع قيم الـ X في عمود ومقابل لها قيم الاحتمال لهذا المتغير أو الـ probability of X ثم نقوم بضرب كل قيمة في الاحتمال المقابل لها للحصول على XB of X 0 مضروبة في 12 من 100 بتساوي 0 1 في 4 من 100 أربعة من 100 2 في 16 من 100 تساوي 32 من 100 3 في 32 بساوي 96 من 100 4 في 24 حتساوي 96 5 في 12 من 100 حتساوي 60 من 100 نجمع هذا العمود المجموع يساوي 2.88 من 100 قلنا قبل كده أن الوسط الحسابي ميو بيساوي مجموع X في probability of X المجموع عندي الخاص بهذا العمود ظهر عندي بـ 2.88 من 100 طيب للحصول على الجزء الثاني من المطلوب وهو الانحراف المعياري بنوجد أولاً سجما تربيع اللي هي التباين بكل سهولة بنكون عمود جديد عمود رابع بيساوي مجموع X تربيع في probability of X ثم نطرح منه مربع الوسط الحسابي أو مربع الميو التي حصلنا عليه في الخطوة الأولى العمود الرابع X تربيع B of X هناك طريقتين للحصول عليه إما أني أربع العمود الأول ثم أضربه في B of X أو الطريقة الأسهل إني أخذ العمود الأول مباشرة في العمود الثالث للحصول على X تربيع في probability of X هندرب صفر في صفر بصفر واحد في أربعة من مية باربعة من مية اتنين في اتنين وتلاتين من مية باربعة وستين تلاتة في ستة وتسعين من مية باتنين تمانية وتمانين أربعة في ستة وتسعين من مية بتلاتة أربعة وتمانين خمسة في ستين من مية بتساوي تلاتة ثم نأخذ هذا المجموع اللي بيساوي عشرة ويأربعة من عشرة نطرح منه مربع الوسط الحسابي اتنين تمانية وتمانين تربيع فنحصل على قيمة التباين بعدما نحصل على قيمة التباين من الآلة الحسبة نستطيع إيجاد جزر هذا التباين للحصول على الانحراف المعياري اللي قلنا عليه بنطلق عليه لفظ سيجما وبنرمزه بهذا الرمز النتج عندي يطلع بعد أخذ الجزر التربيعي بيساوي واحد وخمسة وأربعين من مية ترجمة نانسي قنقر